أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن قرار إصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي والذي سيطبق في الأول من مارس المقبل مشمول فعليا ومطبق جوهره منذ سنوات حيث يتمثل الفارق في تطوير آلية التطبيق فقط وأوضح وزير العمل أن التغيير يتمثل بدفع صاحب العمل للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشكل شهري على أن تقوم الهيئة بدفع المبلغ إلى العامل كمكافأة في نهاية خدمته وبما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وأكد الوزير أن القرار سيحقق العديد من الامتيازات الإيجابية لفل من صاحب العمل والعامل على حد سوى خاصة وأن تطبيقه سيتم منذ التاريخ المحدد لتنفيذ القرار وليس بأثر رجعي للفترة السابقة موضحا أن تنفيذ القرار سيسهم في التسهيل على أصحاب العمل عند تسوية حقوق العمال بعد انتهاء علاقة العمل من خلال دفع نسبة شهرية من المكافأة بدلا من دفعها دفعة واحدة عند المغادرة كما هو مطبق الآن وأشار سعادة الوزير إلى أن هذا التطوير سيكفل معالجة بعض حالات الشكاوى العمالية التي قد تحدث عند تأخر أصحاب العمل عن سداد المستحقات العمالية عند نهاية الخدمة